السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي وليوم قراءات لعزيزي برج العذراء الشمسي والقمري والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك أتركوا عفوا خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وخلوا الباقي يرحل يرجع للكون بسلام فهناك برج عذراء آخر يحتاج لهذه القراءة ولا تنسوا استشارات برجكم الطالع أو الشمسي والقمري وهي قراءة للكل للنساء والرجال وخل للكل لنبدأ نخلق الرسائل ونرى ما هي قراءة برج العذراء هذا الشهر شهر جوان يونيو أو حزيران بسم الله نتمنى لكم حب سعيد حب سعيد حب سعيد يا ربي الحبيب وبسم الله طاقتك عزيزي برج العذراء هي الحركة الرحيل الصفر هذا الشهر نعم البعض منكم سيرحل ربما يعني تغيير السكن آآ لكن ارى كذلك صفر ربما صفر يعني للمتعة آآ غادي تاخدوا وغادي تصفروا وكذلك البعض الآخر يعني رحيل الى بلد حتى الى بلد آخر يعني هذا صفر يعني طويل وخا حتى لبلد آخر آآ عزيزي برج العذراء البعض منكم تعملون في مجال التعليم او الخياطة ومن ليس لديه عمل في هذا آآ الشهر فهناك فرصة جميلة فرصة عمل في مجال السياحة وخا بالنسبة للمتزوجين ارى آآ برج العذراء زوجة او زوج كتعمل لنهار يعني تشتغل كثيرا تشتغل داخل وخارج البيت يعني انا اتكلم مع المرأة والرجل برج العذراء سواء كان زوج او زوجة هذا آآ يعني برج العذراء الزوج المتزوج يعمل ليلة نهار وكل يعني كيمط بكري ربما في يستيقظ باكرا ربما في الساعة السابعة صباحا نعم وكل همه في الحياة او همها في الحياة هو اسعاد زوجها وابنائها والعكس هو الصحيح يعني الزوج الذي برجه العذراء زوج العذراء فهمتوني اياك انا اتكلم مع النساء والرجال لكن يسهل علي ان اتكلم مع النساء لكن انا اتكلم عن طاقة برج العذراء يعني رجل ذكر وانثى واخا اذا الزوجة العذراء تقوم باكرا تستيقظ ربما سبعة ديال الصباح في السابعة صباحا وتشتغل في البيت وتشتغل حتى خارج البيت نعم وهمها وهدفها الواحد في الحياة هو اسعاد زوجها وحماية والعناية ببيتها وابنائها هذه هي حياة المتزوجين برج العذراء واراء حياة اتبارت الله يعني ما شاء الله فيها خير ورزق واحترام كبير هذا زوج العذراء يقدر ويحب زوجته نعم ويقدرها ويعرف انها كنز ثامن والعكس هو صحيح يعني زوجته برج العذراء تقدر زوجها تحترمه تحبه يعني حياة عائلية اه اسرية جميلة بزاف واطفال يعني سعاداء ابناء سعاداء وهذا الرجل والمرأة يعني ستان جغوب يعني تخفو نعم يعني فاش كنقوله في العربية فرقة نعم فرقة جغوب هو فرقة يعني تكونان فرقة قوية يجمعها يعني رابط الحب والاحترام ويعني هدفك ما هو العناية بزوجتك او نعم وابنائك وببيتك واراء حياة اسرية جميلة بزاف هذا كل ما ارى في ما يتعلق المتزوجين واحترام وحياة جميلة بزاف وفرح ورزق نعم ما تقوله الكارت يعني رزق اه وحياة هانئة وجميلة للنسبة للمرتبطين هناك نعم حب هناك حب حب جميل هناك حب جميل وكذلك تريدون الاستقرار تريدون الاستقرار لكن هناك يعني طاقة 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 سلبية ربما هي العائلة يعني لا تقبل هذه هذه العلاقة ربما امك انت او امها هي لا تقبل لكن انا ارى حب صافي بالنسبة للمرتبطين وطاقتكما هي المرتبطين طاقة ترابية وهوائية ترابية يعني ثور وجدي وعذراء مثلك او هوائية ميزان دلو وجوزاء نعم بالنسبة للمرتبطين ارى حب جميل وصافي لكن ربما هناك طاقة سلبية تريد ان ان تنهي هذه العلاقة بالنسبة للعزاب بالنسبة للعزاب اراه فرصة سماوية وصول حبيب وصول شخص مميز جدا جدا لكن سبحان الله يعني طاقتك انت عزيزي برج العذراء هو الرحيل الرحيل والاماكن البعيدة لان هذا الشخص بالنسبة للعزاب هذا الشخص الذي سيصل الى حياتك هو من مكان اخر ربما من بلد اخر نعم وستتعرف عليه اما انت ستسافر ربما ستذهب لزيارة الاقارب يعني ردي تمشي تشوف حبابك اما خلتك او عمتك وستتعرف على هذا الشخص هناك او اذا كنت تعمل هذا الانسان سيصل هو رفيق جديد في العمل وغادي التعرف عليه وغادي يعني غا تبني علاقة زوينة وجميلة نعم نعم علاقة جميلة هذا كتب الاستقرار نعم لنواصل لكن هناك خوف هناك خوف من هذه العلاقة انت يعني هذه كرد الدموع ربما هذا الانسان سيرحل من جديد لبلده او انت ستعود لبلدك وهذا الانسان سيبقى في بلده لكن ارى يعني هناك مسافات بيناتكم وهناك دموع دموع الحزن يعني ستبكي على هذا الانسان او تبكي يعني ربما انت تعرفت على هذا الانسان ويعني كتبكي لي انه بعيد نعم من جديد هذا الانسان بعيد هذا ما ارى هذا ما ارى نعم والان اه لنواصل يعني ما لا يمكنني يعني دبا اه ساتكلم عني المنفصلين 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 ارى اه ربما اه هذا الانسان اه مع شخص اخر هناك ربما انفصلتم بسبب خيانة اه وهذا الانسان الان هو مع شخص اخر او حتى انه متزوج هناك اطفال لكنه غير سعيد هذا الانسان غير سعيد غير سعيد هو يظهر صورة كاذبة يعني شاشة فقط ما ترى اذا كنت يعني ترى اه فهو ليس سعيد في الحقيقة ليس سعيد وربما هو مع هذا الطرف الاخر ربما لاسبب مادية او ربما لان هناك اطفال نعم انت طاقتك هي حزن وطاقته كذلك هي الحزن عزيزي اه برج العضراء المنفصل ارى طاقتك انت هي الحب والحزن وطاقته كذلك لكن هذا الكارت كارت مهم جدا هذه رسالة مهمة جدا هذه الرسالة تقول لك عزيزي انك عليك تنظيف عليك تنظيف عقلك من كل السلبيات لانك تعيش في الذكريات في ذكريات الماضي نعم تعيش في ذكريات الماضي وهذا يرفع من دبدبات الحزن لذلك عليك التخلي لماذا يجب ان تتخلى لان هناك شخص شخص اخر سيصل الى حياتك ويهيب لك ما تستحقه انت وما لم يعطيك الحب الاخر نعم الحب الاخر قلنا ان طاقته هي ترابية وهوائية والحب الجديد طاقته مائية او ترابية من جديد واخر نعم هذا ما ارى هذا طاقة ترابية هوائية ومائية انتما شوفوا يعني من لدي من هي طاقة الحبب الاول او الذي سيصل لكن انا ارى انسان جد وحكيم سيصل الى حياتك لشفائك لهذا الانسان يعني هو بمثابة شفاء روحي بالنسبة لك هذا الانسان طبيبك عزيزي هذا ما تقول هذا الكرد المهمة هو طبيبك الروحي نعم ستفرح كثيرا مع هذا الشخص الله شوفوا الاستقرار والحب الاستقرار والحب لكن هذه الكرد تقول لك انك يجب ان تنظف يعني ان تنظف روحك من الطاقات السلبية وهذه الذكريات ولا تتشبث بالماضي وان تنسى وان تنفصل عنه تماما لانكم انتم منفصلا يعني جسديا انتم منفصلا لكنكم يجب ان تنفصل روحيا يعني تنسيه تنسيه يجب ان تنسيه هذا الانسان لانك اذا لم تنسى هذا الانسان فلن يصل يعني الكون لن يرسل لك هذا يعني هذا الحب الحقيقي الحب هذا الانسان المخلص هذا الانسان الحاكم الذي يهيب لك ما تحتاجه انت ما تستحقه انت لان هذا الانسان يراك انت يراك يعني يرا فيك الجمل الداخلي والخارجي بشكل مبالغ يعني هو يحب فيك عيوبك وفضائلك يحبك كما يعني كما انت وهذا هو الحب الحقيقي يحبك كما يعني كما انت كما انت نعم كي يبغيك كما كنت قبيح والنزوين كي يبغيك كما يعني يحب طبيعتك يعني كيف كما كما خلقك الله هذا هو الحب الحقيقي وهذا ما سيصلك لكن عليك ان ان تتخلى عن لا تتخلى وتستغني عن الاخر ان تنساه يجب ان تنساه لكي تسمح للسماء ان تبعت لك هذا الحب الجميل حبيب الروح هذا حبيب الروح هذا سيعطيك ما تستحقه ليس الاخر الاخر انساه الاخر انساه لكن كما اقول دائما الاستغناء لكن بالسلام يجب ان نتصرف كما يتصرف الكون معنا يعني في بهدوء الاستغناء بسلام بحب نعم بحب مهما اساء اليك حتى وان كانت هناك خيانة وخبكك يعني بكك حتى مرضك هاد الانسان يعني ظلمك كثيرا يعني يعني كانت علاقة سلبية بزاف وعنيت كثيرا وبكيت بزاف لكن رغم ذلك سامحيه واغفري له وارسلي له كل طاقتك الجاملة والايجابية وكل حبك لكن مسحي راسك يعني ديري ديري نتوياج منطل نعم تنظيف عقلي وروحي لماذا لكي يرسل لك السماء ما تحتاجين كانت قراءة جميلة بزاف كانت قراءة جميلة لنرى ما هي رسالة الملائكة ورسالة السحرية تقول اترك الاشياء اترك الاشياء تستمر الى النهاية حتى نهايتها يعني اترك الاشياء هكذا يعني من جديد السلام والوئام والتخلي والاستغناء خلي الاشياء يعني تحدث كما يجب ان تحدث والثقة والايمان بالله والكرت الثانية تقول شهر العسل من جديد لدينا الرحل والصفر يعني تقتك انت عزيزي برج العذرة والحركة والصفر البعيد البعض منكم سيعود لكن البعض الاخر لن يعود واخر تقول شهر العسل يجب ان تقدر جمال الصفر مع الحبيب ربما البعض منكم سيسافر مع الحبيبه والكرت الثالثة تقول شوي شوي شوية بشوية شيئا فشيئا اترك يعني تخلى عن بذل مجهول كبير في السيطرة على الاشياء يعني ما تسيطرش على الاشياء والتحكم في الاشياء وستفتح لك الابواب الابواب السماوية هي كما ترون هي نفس نفس الرسالة في الحقيقة نفس الرسالة يعني ندع الاشياء تحدث كما كتبها الله علينا كما كتبها القدر نعم يجب ان نؤمن ونثق بما كتبه الله لنا ونحمد ونشكر الله في كل الاحوال واخر كانت قراءة جميلة جدا كانت تمنى تكون ساعدتكم وتستفدوا من هذه القراءة وأتمنى ان تكون قد يعني تساعدكم ولو شوية هذه الرسالة ولا تنسوا ان الطرط لنا يعني لا يعطي لكم حلول ولا يقول لكم كيف يجب ان تعيشوا هي فقط اشارات ورسائل آآ رسائل لكي يعني لكي تعرفوا ماذا تفعلون وآآ لكي تختاروا ما هو افضل لكم في هذه الحياة كانت تمنى لكم الخير ياربي حفظكم ليه ياربي خلكم ليه اه الله يحميكم والله ياربي تتحقق كل امنياتكم كان حبكم بزار وكان شكركم بزار من كل قلبي وكانتمنى لكم الخير واشكركم من جديد شكرا شكرا